النهاردة المحاضرة التامنة سريعا كده احنا اتكلمنا في في منهج البيولوجيا الاورام ده بدأنا من الاول فالص عرفنا الكنسر وعرفنا بعد كده دخلنا اتعرفنا على ستيل سايكل ازاي بايه اللي بيحصل في السيل سايكل بعد كده اتعرفنا على سيل سايكل تشيك بوينت تعرفنا على انواع اللي ممكن تسبب كانسر اتعرفنا على الابوتوزيز والابوتوتيك باسويز تعرفنا على الابوتوتيك باسويز بعد كده انا بقى دلوقتي خلاص البقى المريض قدامي وعنده كانسر وبما ان احنا عرفنا ان الكنسر يعني الموضوع متعلق بميوتاشن طب المفترض بقى طالما الموضوع كله جيني يبقى المفترض يبقى انا عندي جيناتك او اختبارات جينية تبقى بريديكتف شوية للكنسر ده او ريسكو في كانسر وده خصوصا في بتبقى مهمة جدا في العائلات اللي عندها تاريخ عائلي اه من الاوراق هنبدأ نتعرف على الاختبارات دي وانواعها وبتحصل ازاي الاول نرجع تاني لموضوع الميوتاشن دي احنا اتفقنا ان احنا عندي اه نوعين من الجينز بتبقى مهمة جدا في عمالية الكنسر ده اللي يحصل في جينات حيوية جدا في الخلية اللي هي ايه والتيومر سابريسور جينز بلاخص دي الجينات اللي بتحمي الخلية من ان هي يحصل لها اي دامج او انها بتوقف الخلية اللي حصل فيها دامج عن التضاعف لحين اصلاح الديمج ده او لو ما حصلش اصلاح الدمج انها بتوجه الخلية لإيه? للابوبتوزيز. طيب فرضا ان المشكلة حصلت او حصلت في الجينات دي. هي الجينات اللي احنا بقول عليها بتلعب دور حيوي في صحة الخلية دي. آآ يبقى انا كده بقى عندي حاجة اسمها ايه? آآ هارمفل فاريانت. يعني حصل تغير آآ ضار في المادة الوراثية في الخلية. آآ التغير ده ممكن يحصل في الجيرم راين سيل ويبقى انهيرتد. انهيرتد ازاي يبقى موجود مثلا آآ يبقى متورس عبر الاجيال. آآ فازاي بيتم التعارف عليها? بيتم التعارف عليها من خلال الجيناتك تستمد او ايه? الاختبارات الجينية. يبقى الاختبارات الجينية دي بتستمد او بتقدر لي قابلية المريض او الاحتمالية ان المريض ده يديفلو الكنسر في وقت ما. نتيجة ايه? نتيجة ان عندي آآ ميوتيشن. الميوتيشن دي ممكن تبقى على الجين نفسه او ممكن تكون آآ كروموسومالتشانجيز. مش احنا اخدنا انواع الميوتيشن انها ممكن تبقى single point والميوتيشن وممكن تبقى كروموسومالتشانجيز. الكروموسومالتشانجيز دي زي ايه? ان يحصل دبليكيشن للكروموسوم او آآ او انفيرجن او ديليشن. قولي دي ميوتيشن متعلقة بالكنسر. آآ فقلنا ان الكنسر ده. آآ الكنسر هنا ممكن يظهر في في فرد وبعد كده يبدأ يتوارس في الفاميلز آآ ويعدي من ويعدي من جيل لاخر. لكن مش بالضرورة ممكن يبقى يظهر برضو في الفاميلز وما يكونش فيه يعني ما يبقاش تبقى فيه تاريخ عائلي ولكن ما بيبقاش المسألة متعلقة آآ بهارموفل باريانت بيبقى فيه بيبقى انهيريتد باريانت بس بتبقى المسألة ايه? انهيريتد سابسكيبتابلتي يعني ممكن تبقى المسألة انهيريتد آآ جين حصل فيه والميوتيشن دي انهيريتد بتبقى حتما هتسبب كانسر وفيه انهيريتد ساسكيبتابلتي تو كانسر يعني فيه ناس قسر كده بتبقى معرضة للكانسر النتيجة ايه? بيبقى بيبقى اسلوب حياتها واحد مثلا ناس ناس معظمها بتدخل ناس معظمها بتشرب كهليات ناس معظمها بتاكل آآ انهيلثي ضيط على سبيل المسأل مثلا عندي الجين اللي هو البريكا جين آآ اللي علماء اكتشفوا ان فيه ميت فاريانت في الميت فاريانت من البريكا جين ده البريكا جين ده مرتبط بايه مرتبط بالبريست والكانسر والاوريان كانسر آآ واحتمالية حدوث البريست كانسر في العائلة بتبقى عالية طالما انا عندي فيه ميوتيشن في البريكا جين عشان كده معظمنا ممكن احنا ممكن نكون قابلنا ناس آآ ستة مثلا وبنتها وخالة البنت يعني العائلة كلها عندها ايه آآ آآ كانسر ده بيبقى هنا عندي انهيريتد بريكا وان او بريكا تو آآ جين ميتش طب الحالة دي اسمها ايه نانا لما يكون عندي تاريخ عائلي من الكنسر نوع واحد من الكنسر منتشر في العائلة دي الحالة دي اسمها آآ هيريداتري كانسر سندرونز مش متعلق بالبريست كانسر فقط متعلق يعني ممكن يبقى كولون آآ ممكن يبقى بريست آآ ممكن يبقى ايه آآ آآ صوفت تشو كانسر زي ايه زي ايه قلنا زي آآ الهيريداتري كانسر سندرونز دي يبقى ايه عبار عن انهيريتد دي اسوردرز ميتشانس وفي سيرتين جينز وده طوارس من البيرانس للشيلدرنز في نفس العائلة زي ايه على سبيل المسال الهيريداتري بريست اند اوفاريان كانسر سندرونز ده بينتج عن ايه قلنا انه بينتج عن ميتشان في البريست كانسر وان جين وبريست كانسر تو جين انه هو بريكا وان وبريكا تون عندي سندرون تاني كنا ذكرناها في المخدرات السابقة اللي هي اللي فراوميني سندرون قلنا ان دي بتبقى متعرف عليها في البي فيفت سري وده انه هو معروف الجارديان اوفزا جينوم تيومر سابريسور جين آآ آآ الحالة دي بتبقى متعلقة بسوفت تشو آآ كانسر او بوم كميا يعني مرتبط بانواع كتيرة من الكنسر ولكن في الاخر الميوتيشن موجودة في البي فيفت سري جين بعد كده في الكودين سندرون دي كلها سندرون بتندرك تحت الهيريديتري كانسر سندرونز تمام آآ دي سندرون برضو بتكون فيها انكريز ريسك الديفيلومينج آآ بعض انواع من كانسر زي الميلانومة والبريست كانسر والكدني والكولون نتيجة ايه نتيجة ميوتيشن في جين اسمه البيتن جين وده آآ تيومر سابريسور جين برضو فيه اللينش سندرون ده مرتبط بالكولوريكتال كانسر ببقى هيريديتري برضو في العائلة نتيجة انه ميوتيشن في الدي من ايه آآ مسماتش ريبين جين دين ايه بتاع اللي هي الجين الجينات اللي بتعمل آآ دين ايه هي اللي ببقى فيها مشكلة طيب آآ هل في ما يميز الهيريديتري كانسر سندرونز دي اه في ما يميزها انه دايما بيتبقى آآ او لها كومن انديكيتورز اللي هي زي ايه دايما بيحصل المرض بيحصل 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 ايرلي اون ست يعني بييجي بييجي للشخص وهو في عمر صغير آآ وبييجي بيحصل انه الشخص الواحد بيصاب باكتر من نوع من الكنسر بشكل سريع آآ بيبقى فيه تاريخ عائلي من الكنسر ده بانوع واحد من الكنسر منتشر في نفس العائلة فبالحالة دي دي حاجات بتساعد على تشقيص الهيريديتري كانسر سندرونز آآ بتلاقي مسلا فيه رجالة في العيلة حصلوهم آآ آآ بريست كانسر بيبقى الموضوع هنا بيبقى متعلق آآ بال بال بالوراثة اكتر اكتر من خمسين هيريديتري كانسر سندرونز تم بتعرف عليها بتبقى نتيجة ايه نتيجة اوتوزومة آآ دومينانت آآ ميوتيشن بتتوارس من آآ من الاب مثلا او من الام للاطفال يعني انا يبقى عندك سينجل كوبي من الالتردجين ده بتبقى كافية لانها تسبب آآ الكنسر ده بس هو ان ازاكر لك بعض البارينتز اللي بتبقى مرتبطة ببعض انواع الكنسر يعني مسلا التشيك تو ده آآ 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 بيبقى الميوتيشن متعارف عليه انه بحصل في ميوتيشن آآ في معظم البريست والكولوريكتر الكنسر البي ار بي وان في الوباريان كانسر يعني دي جينات آآ بيبقى حصل فيها او بيحصل فيها في أنواع الكنسر دي طب مين الأشخاص اللي دايما بيتبقى مطلوب لها يتعمل لها الأشخاص المعرضة زي ما اتفقنا اللي هم الناس اللي بيجي لها كانسر وهم في نفس اللي احنا ذكرناه قبل كده الناس اللي بيحصل لها اكتر من نوع من الكنسر بشكل سريع الناس اللي بيبقى عندهم عنده نفس نوع الكنسر لو مثلا قلنا الانيوجول كيس فكانسر لما بيكون فيه راجل مثلا بتجيله بريست كانسر فده حاجة انيوجول فبيبقى الموضوع مرتبط بالعائلة اكتر لو مثلا عندي الكنسر حصل في البيرد اورجانز زي مثلا البيرست بيبقى جاي في الكرن في التو اورجانز فده الأشخاص اللي بيبقى مطلوب لها الجيناتك تيستنج ده طب ايه هي او ازاي بيحصل جيناتك تيستنج الجيناتك تيستنج ده بيحصل ان انا بدور على الهارمو في الفاريانت اما في سنجج جين او في ملطبل جين او بدور عليه في الكروموسومز وكلها السامبل اللي انا بتعامل معها اي فليوت سامبل ممكن تبقى سلايفا ممكن تبقى من اللعاب مثلا او من الدم او من اي تشو من اللسكين مثلا او سواب من اللي هي الخد من جوة المهم اي اي خالية ايه كاريتك اقدر اخدها من المريض ان انا اقدر استخلص منها المزينجر ارن ايه هو اقدر اتعامل معها اتعامل مع المادة الوراثية فيها طيب نتيجة التحليل ده بتدل على ايه يعني انا لو جاي لي مثلا مريض اه في عائل عنده تخريخ عائلي من المرض ده او من الكنسر ده نتيجة التحليل اما انها تبقى بسطف او انها تبقى نيجاتيب او انه يحصل او يكتشف التحليل فيه يعني طلع ولكن ما لهاش او مش متعارف عليها قبل كده او انه يبقى فيه اللي هي يعني 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 بتسببش اي ضرر لو الموضوع بسطف ايه اللي بيحصل البسطف هنا اه معناها ان المريض اللي قدامي ده او الشخص اللي قدامي ده اما انه هو عنده كانسر او انه هو عنده انكريز ريسك انه يحصل له كانسر في المستقبل وبالتالي التحليل ده بيديني اه انفورميشن ان اقدر اه ان الطبيب يقدر يتعامل مع المريض ده ويقدر يغير من سلوكياته في المستقبل انه ما يحصل لوش ده ده لو هو ما كانش عنده كانسر حياته يبدأ ياخد بعض الميديكيشن اللي ممكن تحميه من انه يحصل له ديفلوب منتل الكنسر في المستقبل فده اهمية الجيناتك تيستنج في الحتة دي زي انه مثلا يمنعوا عن التدخين يوجهوا ان يعمل يقول هيلسي دايت فيه ناس لما بتغير اسلوب حياتها بتقلل من فرص الكنسر النيجاتف ريزولت هنا معناها بتنفي النيجاتف ريزولت ده الحد عنده مثلا تاريخ عائلي حد عاوز التمر على نفسه مثلا فهنا بتبقى النيجاتف ريزولت هنا مفيدة جدا ان الشخص ده ما عندهش الفاريانت ده مش معنى كده ان هو مش معرض اي شخص فينا اصلا معرض للكنسر ولكن الناس اللي بتبقى عندها تاريخ عائلي بتبقى اكثر عرضة بنسبة كبيرة لكن هو هنا بيتلاشى السبب العائلي فقط لكن الاسباب البيئية ما بيتلاها يعني مش بيتلاشاها او اي اسباب تانية او الاسباب البيئية والفيزيائية اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده الاحتمال التالت انه يكون فيه عن سيرتين سيجنيفكنس اللي هي فيو اس دي وجدوا ان عنده ميوتيشن لكن الميوتيشن دي مش متعلقة باي نوع من انواع الفانسر ولكن ولكن ما زالت تمثل لكن الطبيب ما بيحطهاش في الاعتبار تحت مثلا ان هو يغير له او يدي له الاستراتيجي لعلاج معين ما بتتخدش في الاعتبار لان هي مش متعلقة بالكانسر ده بالتحديد لكن فيه لكن تقص في الاعتبار في حاجات تانية مثلا زي ما اتفقنا في سلوكيات حياته فيما بعد البيناين باريانت دي بتبقى باريانت وما بتسببش كنسر نهائي وبيقول لك هنا بقى المعلومة الجديدة اللي انا اول مرة عرفها ان احنا معظمنا هنا بنتعرض للبيناين باريانت دي في حياتنا على طوب بعد كده نبتدي ايه هي بقى التكنولوجيز او الجيناتك تيستنج اللي احنا اللي بتتعمل للمرضى دول عندي اربعة مين جيناتك تيستنج اول حاجة الكروموسومة الاناليسيز او دي بتسميها ايه بيسموها الكاريو تايبنج كاريو تايبنج ده هو بيفرض الكروموسوم كده قدامه ويشوفها بشكل فيزابل تحت المايكروسكوب الكلام ده بيحصل ليه بيحصل لان الكانسر سيلز عمتا بيبقى بتبقى كاركترايز دي بايه بيكون 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 فيها اما استراكشرا او نيوميريكا لتشينجز دايما اتفقنا بشو احنا قلنا ان فيه كروموسومة لتشينجز ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل هنا او دي اسمها نيوميريكا لتشينجز بيسموه كمان كروموسومة الاستراكشرا لتشينجز انه يحصل زي ما احنا شفنا قبل كده او يحصل تمام يبقى الكروموسومة الاستابلتي بتحصل غالبا في الكانسر سيلز المتعارف عليه ان اي شخص طبيعي بيبقى عنده 23 بير من الكروموسوم وكل جين على كروموسوم ده بيبقى انقودنج كل كروموسوم عليه مجموعة من الجينات كل جين انقودنج لبروتينات معينة بتشتغل لها فونكشن معينة في الخليل طب لو حصل جين لكروموسوم زيادة يعني احنا بنقولنا فيه قلنا فيه لو حصل جين لكروموسوم لو 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 حصل انه تم اكتسب بالشخص ده كروموسوم زيادة يبقى ان الكروموسوم ده عليه بيبقى مجموعة من الجينات اه بل انه ممكن يكون عليه اه هندريز تو ساوزانت من الجينز اه اللي موجودة على كروموسوم بالفعل تاني من نفس نسخته بشكل طبيعي فده ممكن يؤدي للموضوع ايه يحصل اه اوور اكسبريشن للجينات دي وغالبا بتبقى زي ما اتفقنا لقمة اه تيومر سابروسورجين او الانكوجينز الخليه السوماتيك عشان تتلاشى الموضوع ده لو احنا فاكرين لو احنا فاكرين لما كان بيحصل اه 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 عملية انفصال الكروموسومات اه كانت كان فيه اصلا في المرحلة دي شيك بوينت الياس بيندل شيك بوينت عشان يحصل انفصال لعدد متساوي من الكروموسومات لان لو حصل اه 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 انفصال لعدد غير متساوي الماسألة دي اسمها انيبلويدي انيبلويدي يعني فيه خلية هتاخد كروموسومات اكتر من خلية فدي هتبقى بعد كده اه معرض جدا للخلية دي هتبقى ايه تبقى كانسر سيل وبعد كده هتدي فورب لكانسر سيل لحد متى الدينة يومر ماز اه الانيبلويدي دي اه مصطلح بيقولك انه هو الجيناتك ديس اوردر اللي فيك كروموسوم ما بتسويش ستة واربعين كروموسومة بتبقى ايه اه اقل من اه اه يعني اما اقل او اما اكتر من ستة واربعين كروموسوم لو اكتر من ستة واربعين كروموسوم مثلا الحالة دي اسمها تريزومي لو اقل بيستبقى سلمونوزومي لان المفترض ان هما تلاتة وعشرين بير فهما في الاخر ستة واربعين فبيتفصلوا ازاي اه التلاتة وعشرين بير بيتفصلوا وبعد كده كل اه كل تلاتة وعشرين في كل ناحية بيتضعفوا لنفس النسخة منهم فلو حصل ان ما تضعفوش بنفس او ما تفصلوش بنفس العدد هيبقى فيه بعد كده تضعف مش مصبوط لعدد الكروموسومات جوه الخليل هنا تاني بيقولك ان فيه إما يكون فيه أو فيه ده ده اللي بيحصل أثناء التضعف أو في الخلية نفسها اللي هي بتبقى ايه تحورت لفانسر سيل ايه هي الكروموسومة زي طب لو حصل بقى دائج دي كده اسمناها طيب لو حصل ان الهول كروموسوم نفسه العدد نفسه فيه في الخلية زي وبقولنا زي ده بيسبب ايه لجيناتك ألتريشن في الكنسر سيل الجيناتك ألتريشن دي بتحليل الكاريو بتتشاف تحت طب ازاي العملية دي بتتعمل قلنا ان احنا بناخد سامبل من المريض ده او من الشخص ده اما ان انا باخد من نفسها او باخد سامبل من البلد او من الصلايبة هي سوماتيك سيلف الاخر وانا بدور فيها على عدد الكروموسومات باخد آآ باخد الخلايا دي وبعد كده بعمل لها النمو او بضعفها في تشو كالشر فلاسق لحد ما توصل بتاعتها آآ بعد كده بواقق بديها بوققف تضاعف الخلية دي في مرحلة معينة لها مرحلة الكروموسومة آآ بعد كده بياخد الخلايا يعمل لها ديتاتش هارفستنج يجمعها من الفلاسقة دي اللي هو اعمل فيها آآ زرع للخلايا ويعرضها الهايبوتونك سوليوشن او يعمل لها لايزيس يعني لما اتعرض الخلايا الهايبوتونك سوليوشن هتبقى هيحصل لها سويلنج فهتفرقع فهتطلع السيلولار كونتنت بتاعها هو ده اللي احنا عايزين وعايزين السيلولار كونتنت عايزين ناخد اليوكلياي اللي جوه الخلية دي ونفصل منها الكروموسومز دي فبياخدها يحطها على السيلولار كونتنت ده بياخد الكروموسومز ويفردها على جلاس سلايت الكروموسومات بطبيعتها ترانسبيران فبيعرضها لسبغة تقدر تتفاعل مع الدين ايه اللي هي الجيمزة فبتعمل ايه بتلون الكروموسومز دي تحت المايكروسكوب بيبدأ يفحص الكروموسومات شكلا وعددا تمام طبعا هو بيقولك ان دايما في الخلية الكانسر بيبقى متعارف ان دايما بيحصل أنيبلويدي أنيبلويدي خلاص تتفقنا ان هي عدد غير متساوي من الكروموسومات او عدد مش مصبوط اللي هو ياما اكتر من 46 ياما اقل من 46 كروموسوم مثال مثلا يعني هنا فيه جين في كروموسوم 13 في حالة الكلوريكتال كانسر دايما بيلحظوا ان في كروموسوم 13 بقى فيه جين لكروموسوم على الكروموسومات رقم 13 الكروموسوم رقم 13 وفيه جين لكروموسوم رقم 21 في حالة الاكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا وده مش موجود في الازر طب يعني فيه كل كانسر له specific مش ميوتاشا specific pattern of karyotyping برضو في الكلوريكتال كانسر بي بي موجود ترايزومي على كروموسوم واحد وثلاثة وعشرة فيه الدونز سندروم فيه ترايزومي على كروموسوم 21 تبقى الحالات اللي هي الناس اللي عندها متلازمة دوني دي بيجئوا دايما معرضين ليحصل لهم هيماثولوجيكال كانسر اللي بيميز بقى الكاريو تايبنج عن الاثر داياجونيتي كميسوز ان هو بيقدر يحددلي الكروموسومة لتشينجز وبيقدر يحددلي في نفس الوقت الكروموسومة لأبنورماليتيز لو فيه مثلا ديليجاند او او دابليكيشن او انفيرجان الحاجات دي بتساعد الطبيب على انه يعمل ايه اه يحدد للمريض نيجي نشوف مثال الكاريو تايبنج هنا مثلا ده فورم ده باترن عايزة صغر الصورة شوفها عشان تشوفوه ده مثلا باترن لكاريو تايبنج من كولون كانسر عند الكروموسوم رقم سبعة حصل فيه هنا فيه واحد زيادة الحالة دي اسمها ترايزومي عند الكروموسوم رقم سبعة فيه بترن تاني اهو ده بقى كاريو طيبنج يعني اكتر من مشكلة في نفس البيشن يعني عندك هنا فيه فيه واحد من الكروموسوم لوس لوس فيه هنا الكروموسوم فيه هنا واحد زيادة فيه هنا واحد بس اربعة وخمسة اه فيه واحد لوس هنا واحد لوس هنا الموضوع ده هنا الكاريو طيبنج هنا كومبليكس الحالة دي كولوريكتل كارسيموم كانت المريض عنده كولوريكتل كارسيموم ثاني نوع من الجيناتك تيستينج هو يبقى الكاريو طايبنج الكاريو طايبنج انت بتعمل زي مسح الكل كومبتومات الموجودة جوه الخلية في البيشنس ده بعد كده لو المشكلة بقى في حصلة في جين معين او مثلا الكنسر ده متعرف انه بيحصل بيحصل نتيجة في جين معين زي مثلا البريكا وان والبريكا تو او البيف او الريتينو بلاستوما جين نشوف الاول السنترال بتاع الخلية اي بتبقى اي خلية فيها دين اي المادة الورصية عشان يتم التعبير عنها لازم يحصل لها ترانس تتحول الامرن اي والامرن اي في الاخر بيحصل له ترانس ليديني بروتين فانا عشان اتعرف على الدين اي او اتعرف على الجين الاكتف اللي شغال ده او اللي حصل في ميوتيشن ما بروحش هتعامل مع الدين اي انا بروح هتعامل مع الامرن اي لان فعليا الجين حصل له وترانس كريبشن والمشكلة بتيجي فين على البروتين لبل يعني انا مشكلتي كلها مش في الدين مش في بتحصل في الاساس في القاعدة بتاعتي في دين ايه بس في الاخر مين اللي المشكلة بتحصل نتيجة مين نتيجة الفونكشن اللي هي الايه المس فونكشن البروتين اللي الدهولي الجين فانا بشوف الامة ارن ايه ببدأ من هنا عشان ارجع اعرف المشكلة كانت في فقاله جين يعني نتكلم هنا اوضح هو هنا بيقول لك اي جين لما بيحصل له بيديلنا ارن ايه هنشوف دلوقتي دايما بتبقى نتيجة وده بيحدد لي عشان اعرف ده لازم اعمل كده لكل الموجودة على جيم بمسك الجين كله بمسحه تمام زي ما اتفقنا في بعض الحالات اللي بيبقى متعارف عليها ان الهريديتري ريتينو بلاستوما اللي بيبقى بتبقى نتيجة ايه نتيجة في الريتينو بلاستوما اكتر ميسود دقيقة ومتعارف عليها واول ميسود تعارف عليها في الديم ايه سيكوانسنج او الجين سيكوانسنج هي ده اول ميسود اتعملت للديم ايه سيكوانسنج وهي لحد دلوقتي هي الديم ايه سيكوانسنج وهي وإلى الام بتستخدم في الديم ايه الديم ايه ميسود قلنا المسال بتاعي البيريكا وان وبيريكا تو في البيريست كانسر وال ايه وريتينو بلاستوما ايه الهريديتري ريتينو بلاستوما في الار بي جي الادفانتج زي ما اتفقنا ان هي الجولد ستاندرد ميسود وهي مورفليكسابول ومش بتعتمد الطريقة دي على الكمبيوتشنال تولز مش بتحتاج يعني صوفت وير عشان تتعامل مع النتيجة وهي مش كوست افكتب قوي زي الميسود الحديثة ثاني حاجة ان هي لو الجين بتاعك اكتر من الف بيسبير بتقدر برضو تتعامل معاي الطريقة دي بعد كده لو انا عندي اكتر من جين فبعمل حاجة اسمها تيومر دي ايه سيكونسنج او المالتجين بانيل احنا كده اخدنا الكاريو طايبينج والسينجل جين سيكونسنج بعد كده في بعمل مالتجين بانيل لو انا عندي تيومر معروف ان انا بيبقى عندي اكتر من ميوتيشن او سيفرال جينز او انفولفت في في الكنصر ده فانا بعمل ايه بعمل او بعمل تيستنج للميوتيشنز الموجودة على في مرة واحدة مش احنا كنا اتفقنا ان ما بتكتفيش بميوتيشن واحدة لما بيحصل تضاعف مرة بمرة بمرة بيحصل ايوميليشن للميوتيشن فهنا الملتجين بانل ده ممكن يبقى مفيد في المرحلة دي دي بتتعامل للناس برضو اللي بيبقى عندها ايه اللي بيبقى عندها family history للكانسر المتعلق بجين معين او مجموعة من الجينات اللي بيحصل فيها ميوتيشن دي اسماء مختلفة للجين تيستنج ممكن اسماء تيومر تيستنج تيومر جيناتك تيستنج او سوماتيك تيستنج او تيومر سبتايبنج ليه بتتعامل الحاجات دي بتتعامل لانها اولا بتساعد الطبيب في وضع قطة علاجية وانه كمان يقدر يحدد يحدد الحالة اللي حصل فيها التيومر ده وهنا هو بيقولك ان الجيناتك تيستنج بتدي من الانفورميشن للطبيب يقدر يتعامل مع الحالة ليه؟ لان بعض التيومر ماركرز مش دقيقة مش بتبقى دقيقة احيانا بتعمل تيومر ماركر لحالة عندها كانسر وبيطلع تيومر ماركر اللي هي البيو ماركرز يعني مش 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 على مستوى الجينز اه وقتطلع الحالة بتطلع ما فيش تيومر ماركر بيطلع نيجاتي في حين ان الحالة عندها كانسر اصلا وفيه حالات بتبقى وعندها التيومر ماركرز بتبقى عالية فده فالحالة دي الحالة دي الجيناتك تيستنج بتبقى مهمة جدا لانه بتبقى مور اكوريت اه وايه وكمان بتبقى مهمة في مهمة في ان الطبيب يقدر يعمل تارجة الثرابي للمرض ده بعد كده فيه التيست الرابع احنا قلنا هم اربعة المايكرو اريي اناليسيز اوف كانسر اه المايكرو اريي تكنولوجي دي اه من احدث التكنولوجيز الموجودة في تشقيص الجيناتك فاريانتز الموجودة في الكنسر سيلز او في البيشانتز اللي هم عندهم كانسر اه بتتعمل ازاي المايكرو اريي او خلينا نقول ان هي الاول بتبقى بتتيح انك انك سكرين فور الاف الجينات مش جين ولا اتنين ولا بانل اوف جينز لا الاف الجينات في الخلية بتقدر تسكرين اه عليها او بتقدر تانبستيجيز الالاف الجينات دي بالتكنولوجي دي المايكرو اريي اناليسيز اوف جينز طيب فكرتها قائمة على ايه فكرتها قائمة على نجيب الشكل الا هي بتبقى اه شريحة وعليها اه سكام الاف من الاسبوتس اهي كل اسبوت من دي اه بتقود لدي ايه معين او بيبقى مسبت عليها اه او بيسموها ايه اه مش مستحضرة اللفظ دلوقتي بس زي ستراند كده لدي ايه اه بيقدر يعمل هايبرديزيشن اه مع دين ايه بتاع الخلية نفسها او بتاع الكنسرسل اللي انت استخلصته وهتروح بقى خلية تفاعل يعمل هايبرديزيشن مع الستراند دي هنديكم بليمنتري للدين ايه بتاع الجين اللي انت استخلصه في الخلية اللي انت عملت فيها ايه التشو اللي انت اخدت منه الدين ايه بتاع المريض وعملت استخلاص الام ار ايه وبعد كده عملت له ترانس كريبشن لسي دين ايه بسي دين ايه بتاع المريض هنا بيبقاكم بليمنتري للدين ايه الموجود على الاسبوت بتاع الجين ده الكل اسبوت مخصصة في كل جين وهدي شكل الشريحة وهو في عليها الاف من السبوتس. فكل السبوتس مخصصة لجيم معين. نيجي نشوف التس بقى بيتعمل ازاي اصلا? يبقى هي عبارة عن سلط من جلاس. زي ما هي عبقى زي شريحة كده. سلط. جلاس او سيليكون او بيسموها تيب. اه دي بيبقى عليها اه رينج من السبوتس. اه السبوت دي كل سبوت بيبقى عليها اه اه من طريق لجين معين. طب انا بعمل ايه? اه باخد الدي ايه بتاع الخلية. هو البتاع هيفصل. يبقى المايكرو الري هنا. لو فقط هبقى كميل فيها فيديو تانتي. اه يبقى المايكرو الري هنا. ده بيحدد لك اه اه الجيناتك والابي جيناتك اللي حصلت في الكنسر سيلي. وبيقول لك كمان ان هو قادر على على ايه? على انه يعمل او يتعرف على الجيناتك الموجودة في الجين. حتى لو هي single nucleotide polymorphism. تمام? البيزيك بقى بتاع المايكرو الري تيست ده. ان انت عندك اهيه اه اه ساوزانت فراجمنتس اف دي ايه? البروب. ده اللي ما كنتش عارفة ايه باسمه. البروبس دي موجودة على السبوت. كل الزبوت عليها ساوزانت من البروبس دي. البروبس دي بتبقى لجين معين. كل ثبوت الجين. كل ثبوت الجين. تمام? فانت بتاع من للامة ارن ايه? الامة ارن ايه بتاع ايه? بتاع الخلية او بتاع التشو اللي انت اخدته من المريض. بتعمله يعني بتحول الامة ارن ايه لكمبلمنتاري سي دي ان ايه. تمام? اه في الحالة دي الكمبلمنتاري سي دي ان ايه ده بيبقى لابلد بفلورس انتضاي. عشان يعمل ايه? بيروح يعمل مع البروب ده اللي هو خاص بيه. لان الامة ارن ايه اصلا جاي من ايه? جاي من جي. اه والامة ارن ايه ده بفلورس انتضايز زي ما اتفقل نفس. فلما بحوله سي دي ان ايه? السي دي ان ايه ده بيروح يتفاعل مع او يحصل له مع البروب الخاص بيه على الشريحة دي او على بتاعته. بعد كده بيعمل زي يعني من الحاجات اللي هي حصل لها امباوند بعد كده بيبدأ يعرض الخلية لسكانر اه لان احنا اتفقنا ان كل اه سي دي ان ايه عليه بيبقى بفلورس انتضاي. فكل ما زادت الضاي يبقى كده عندك الجين ده بشكل عالي. وكل جين معروف وهو طبعا بيعمل في مقابل الكنسر سيل بيعمل لنورمال سيل. فالجين باين على النورمال سيل وباين على الكنسر سيل. ده يبقى دي البروبز اللي اتفقنا عليها ودي الاسبوت وكل اسبوت خاصة بجين معين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا للمايكرو اري دي مايكرو اري. عرفنا ان هو عبارة عن شب شريحة الاول. والشريحة دي عليها الاف من الاسبوت. كل اسبوت بتبقى مخصصة لدي الجين معين. ازاي بيحصل التستنج ده. ان انا بيبقى عندي نورمال سيل وكانسر سيل. اللي اتنين بعمل لهم سيل كالشور. عشان يبقى عندي ييلد كبير او محتوى كبير من الار ان ايه. اه اللي نبتج عن الجين ده. عشان اقدر اا استكشف الجين بشكل وافر. فبعمل ايزوليشن للار ان ايه من الاتنين. بعد كده بعمل ريفيرز ترانسكريبشن. وبعمل ليبولنج للسي دي ايه اللي هو حصله ريفيرز ترانسكريبشن ده. بعمل ريفيرز ترانسكريبشن للام ايه بحوله سي دي ايه. اللي بدي ليبول للسي دي ايه بتاع النورمال سيل بيبقى جرين فلورسنس بروب. وبتاع الكانسر سيل بيبقى ريت فلورسنس بروب. بعد كده بدخله على الشريحة بيعمل مع البروب اللي احنا اتفقنا عليها بتبقى موجودة اصلا مسبتة على كل ثبوت لكل جين. فبيحصل ان كل اا الام ارن ايه ده ناتج عن ايه ناتج عن جين اكسبريشن. فكل اما ارن ايه كل سي دي ايه جاي من اما ارن ايه مخصص لجين معين بيروح يرتبط في الحتة اللي فيها الجين بتاعته. وبعمل بعمل بعد كده. لما ان انا عندي فلورسنس ضاي فبعمل سكانر. بعد ما بشيري الاكسس فلورسنس. طبعا الفلورسنس ضاي من على الشريحة. بعمل اسكاننج للشريحة دي عشان ايه اشوف شكل الفلورسنس بعد كده هيبقى ازاي. هيظهر لسبوط معليهاش اصلا اه اه فلورسنس. ده معناه ان الجين ده اللي موجود على السبوط دي مش موجود. لا في النورمال سيل ولا في الكنسر سيل. طب لو حصل لي يلوس فلورسنس كده. يبقى الجين ده موجود في بوس نورمال سيل وكنسر سيل. السيجنيفكنس بقى اه ريزلت. لو انا عندي اه حصل ان الفلورسن داني اغضر او احمر. لو اغضر يبقى الجين ده موجود في النورمال سيل بس. لو احمر يبقى موجود في الكنسر سيل بس. ومن هنا بقدر اعمل بقى واسكاننج ليه الاف الجينات بتقنية دي ان ايه مايكرو اري. طيب المايكرو اري ده ده او مزايا وعيوب. ايه هي مزايا? ان هو بيسمح لك انك تعمل اه تستكشف اه الاف من الجينات في نفس الوقت. على عكس السنجل اه سنجل ستراند اه سيكوانسينج. اه كنت بتدور على جين واحد. وعلى عكس الملطب لبانل كنت بتدور على عدد معين من الجينات. لكن ده بيطيح لك انك تشوف الاف من الجينات في الخلية. اه وطبعا سريع وسهد. لكن انه طبعا جدا. اه تاني حاجة ان لو بيحصل لك على نفس الشريحة بيبقى بيبقى جدا فمحتاج حد فاهم جدا. وعموما اصلا المعامل دي غالبا بتبقى موجودة مخصص لها شركات معينة. وغالبا هي شركات امريكية. بس احنا خلصنا النهاردة انا كنت شايفة ان المحاضرة دي مهمة جدا. انت مش شرط تعرف يعني آلية التنفيذ في كل في تقنية ايه. لكن انت بس تعرف ان انت عندك فور من جيناتك تستنج عشان تستكشف بيهم الميوتيشن في الكنسر. هم قدامك وتقدر تشوف اي مشكلة حصلة. آآ هل فيه انيبلويدي ترايزومي او مونوزومي. آآ فيه كروموسومال ديليشن ولا فيه آآ تاني حاجة بالآ 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 بالسنجل آآ جين سيكوانسينج. آآ كنا بدقين بالكايرويتايبينج. آآ تاني حاجة بالآ بالسنجل جين سيكوانسينج. بتشوف جين واحد على الدين ايه. وغالبا بتبقى الحالة اصلا مرتبطة بفاريانت واحد. آآ يعني نوع الكنسر ده مرتبط بفاريانت واحد فانت بتأكده. زي مسلا قولنا زي البريكا وان وبريكا تو والريتينو بلاستومة جين ميوتيشن اللي مرتبط بالانهيرتد ريتينو بلاستومة. بعد كده فيه التيومر دين ايس بوانسينج او المالتي جين بانيل. ده لو الحالة مرتبطة باكتر من آآ ميوتيشن واحدة فبتعمل مالتي جين بانيل. اخر حاجة المايكرو ايراي زي ما اتفقنا وده يعتبر احداثهم واسرعهم واحسنهم. لكن من عيوبه ان هو غالي جدا. ايه ايه? واحيانا النتيجة بتبقى كومبليكس. لو فيه اكتر من ميوتيشن ومن الموضوع فيه. يعني لو فيه داتا طلعالك فهي بقى الاناليسز نحتاج حد متخصص جدا. بس كده احنا خلصنا النهاردة واتمنى تكون المحاضرة واضحة. اه وتكون بسيطة. بازن الله ندخل بقى في جزء الابليكسة من المحاضرة الجاية ان شاء الله. حد محتاج اي حاجة؟ الله عطيك العافية يا باب. اللهم امين. هواقف تسجيل بس. موسيقى